في EFM ZONSPORT مع حمزة المغيري ممكن الشغل الشيغل المتعجمي هي نادي الفريقي الفترة الأخيرة نادي الغندري شنو اللي صار مع نادي الغندري؟ نادي الغندري اسمعنا بيه مشيل البريز مع انت وماخداش اذن من الهيئة صاحب مع الفريق الاماراتي رفعتوا قضية انتم ديجا بالفريق الاماراتي وزادة ابرامون باش تعاقبوا الملاعب بمدين عطينا الحيثيات متى الحكاية كيفاش بدأت الحكاية من لول كيفاش بدأت الوفر من لول الحكاية بدأت اللي كانوا جاء جاءت اوفر النادر ماذا تقديم؟ من لول كانت في 100 و120 الف دولار تعرفوا العبادة اللي العقد متى نادر يوفى في 30 جوان 2023 الهيئة رفضت المقترحة بحكم القيمة متى العقد ما كانتش تتماشى مع الانتظارات واسم النادي وكل طلبنا منهم بشي رفعوا في العرض متى حم ما وصلوش للمبلغ اللي احنا طالبينه روا ميتين انتم طلبتوا ميتين طلبنا حتى اكثر احنا بصينا طلبنا اكثر اكثر من الامانة معناه كفا هو الولد من حقه اللي كونو يطمح بتحسين وضعيته المالية ببابل المون تخيل الكنتراك اللي تم اقتراحه عليه نتخيله كونتراك رزين نتخيل اي لاعب معناه ينجم يتأثر معناها بكنتراك كما هكا وكل نحن رفضنا العرض ذي وخيرنا بطبيعة الحال الجانب الرياضي خاطر قلنا لمنطوم أنت ما يقبلش بالكل عام 2023 بالنسبة للاعب دولي ما يجيش بش نقبلوا عرض منه عكاية تغايبهم بعد على التمارين وغاب حتى عزوز مقابلات لخلانين نتاع النادي مبارة مستقبل الرجيش ومبارة بيجا وثم تحاول خارج حدود الوطن ورجعه وتحال على مجلس تأديب وخيرتنا الروح في التمارين مع الفريق ايه يرجعه الاشتراك ربما رشيد انه ندر معتف تدوين اكتبها قراني خذيت لكور معتل من هيئة فربالما مع التخذير موافقة للسفر ومنطشت العرض متاعه ب لا هو ما مشاش الامارات مشال الفرنسا مشال الفرنسا مشال الفرنسا هاي لا لا ما تماش منو ذايا احنا بالنسبة لنا قمنا بدافعنا لحقوق الدينا الخ الي تخيل الي اللي اتناولنا الملف curve من الناحية الصحيحة حسب راينا محفظنا على اللاعب بشيكل معنا وقلناه من هاللولي هو عندו التزامات العقودية ووكنا متأكدين اللي كانوا بشوفي بها خاطرنا عرفوه نادر كيم دمخه محتوط في الفريق وتركيزه كبير عالفريق وكل من ناحية البروفيسيوناليزمن تاعه اكله. وذي الي نستنوه منه ان شاء الله في الفترة الجاية. جات جات الحادثة ذيا. تعادة عالمج وذي هو القانون الداخلي للنادي شيقول. تعدي على المشي التأديب. بشيكون زادة استمساج للناس الكرة ومش اي واحد يجيب اوفر ويقول را نحب نخرج وفديت وكل دوق را هو يخرج له. ثم نعود نقول اسم النادي ثم انتظارات النادي ثم انتظارات الجماهير. كل هما ذهما يتخذوا بعمل الاعتبار زادة. كهو ان شاء الله دوق اللي يرجع ونتبني وها يقدم مردود به ونهارة المدرب يستحقوا ويطالفان يستحقوا يقدم مردود به كما قدموا في عدة مقابلات. وكهو يكمل ع بتاعوا. نا نشيد اه نكون معاك واضح هنا كنجيد في بلاست اه نادل غندري نادل افريقي عطاها برشا را. بس حيح? عطاها برشا ورجع 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 له اسمه الى الكيب ناسيونال. حبو لرى هو معنى معناه معناه الادارة كان ديما مسندته ورجع للكيب ناسيونال بنبوابت النادي الافريقي انا كنجد كيف هو. معناه كان ينجم معناه كان ينجم هو يرجع جميل النادي الافريقي اوكي معاك منكونه اي يحسن وضعيته المادية ويشوف مستقبل اوكي معاك. ولكن كان ينجم يشوف بروسدور اخرى اللي تتماشى مع النادي الافريقي كان ينجم يطيح من عنده هو شوية. معناه مادين ويرفع للمنحة للنادي الافريقي. وانا على قل يعمل تجديد. نقوله انا اكزمبل نقوله مثلا نتصح هو في بايو هوبش يجيب ثلاثة مئة ألف دولار. لازم ناخد ثلاثة مئة ألف دولار مثلا ناخد ميتين ونرفع للنادي مئة اخرى معنى مئة وعشين ارت دولار وتولي مبلغ م محترم من النادي الافريقي. وله هو اقل بشي تنازل زاد على مستحقاته مع انت زاد فهم على مستحقات. هو هذا هو هذا تحكيه الكله معاه وقته من قبل حتى ما يغادر حدود الوطن وقتها. وكان يقول لك احنا نعتقده اللي دفعنا على حقوق النادي وخيرنا بتبات الحال اسم النادي وشعار النادي والمجموعة بتاع الانفستير وكل علامة مصلحة الشخصية بتاع اي جوار مهما كانت قيمته مع انت في الفريق وصوار رياضية ولا التسويقية ولا استاتيون تاعه دولي ولا غير دولي ثم المجموعة ما اقبل كل شيء ثم النادي اقبل كل شيء بشي نافتة ماشية. ما الانت حاسب لي زيكوليا عنا زاد الفريق الاماراتي رفع في الموصل الميتين. لا مخلطش الميتين لا لا. سبعين الف وما يتماشيش بالكل مع مع الانتظارات ومع القيمة مع تاع الكسوات على الفريق ولا متاع اللاعب. دوك ديكو نتخيلو احنا اللي دفعنا على حق الفريق وخلينا حضوذنا مع تا الرياضية استحفظنا عليها زادة. من غير ما ندخلو في نحن نعود اقول لك كانت نجم تكون سهلة. حتى مش كن نادر اخي جايز ازادة اوفر في في الشيهب. عبيش نومة حقيقة العروض الشيهب العبيدي. جاي اوفر من فريق في الدرجة الاولى بروتغالية. بري افيك اوبي سيون داشا. المنتظر لبري مش مانطان كبير بالكل. البي سيون داشا هي زعمة كبيرة لكن البي سيون داشا كتعرف. مهيش حاجة مضمونة. مهيش حاجة مضمونة. نحن نقولك ما اخناعناهش في الملائق. ديكو فيها لغم زي دا. فيها لغم من الد خلق دوك ديكوه ما ممشيناش فيها وكيفوها معتها ادم كيف كيف المنطان ما كانش حتى ما حاني قلت لك معتها ما حبناش نمشيه في المنطقة هيا نسايبه الملعبية وقلت لك من الاول وهاني واي انا بتاترك اجيت يمكن اوفر بها في ملاعب واحدة لناجم جيب لك برشة فلوس بتاترك اينتجم السياع اما مش تخسر ثلاثة ملاعبية على ديمونطان صغار حقيقة حاق ملاعبي معتها ناجم ملف معادي ولا حاجة ما يقبلش بعض وتخسر رياضيا ومتربحش مادية ومتربحش اداريا دوك نمشينا فتماشي هذا وان شاء الله ها وذين من بيب مسئولية بتاعكم رشيد لانه كان جت هيئة اخرى تعرف روحها خارجة في شهر جوان تقول لك انا بريتو معانة مسيريش خليني نبيع ملاعبية وستيثم ملاعبية وانساح لا شوية على روحي معانته مداخيم نقعدش اللوجانا في ديمواية ما هو هو قال بخمامنا رياضياً أكثر منه رياضياً كل شيء هو اسم النيديس معتلاً ما نعيب تبيع ملاعب اليوم في اليد الفريقي في عام 2020 في عام 2020 بالمنطا ذاك بلاعب يوبوكو يذولي بخمسمية حتى اقبل في عوام 2020 وعام 1990 بعنا بدي منطا كبير من هكا ما يجيش اليوم معتلاً تبيع المنطا ذاك الكسواء أنا قلنا عاود نقولها الكسواء الوضعية اللي فيها الفريق معتلاً المادية والإدارية ما عندكش الحق معتلاً ما ديستاندار ما تحش عليهم معناها فهمتا كهو داك مشينا بالتماشية ذاكا وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواء إن شاء الله يكون داك اختيار صحيح ونعاود نقول معتلا إجرائياً نقومنا بالإجرائية الكل اللي لازم يتحمي النيدي تعادي على المجلس تأديب اللعب رجعهم بعد للتمارين ومبعد اللي بيش يقروا مجلس تأديب ومبعد له شواب ينسورت على ستاف تكنيك هولي بيش يحكمكو السواب بش يبدأ على ذنبته نارك ليستحقوته شاء الله يرجع مركزاج نتخيل أنا اللي هو وعط بي هو جمهور نيد الفريق كان نعطه مني مش نرجع في الفور ممتاعي نادر أننا نحبوه كما نحبو الملعبين الكل اللي اعتبروه ابن برغم اللي هو جانا وهو كبير لكن اعتبروه ابنة وعطاه وجمهور نيد الفريق عطاته برشة كيفو كما عطاته بالقداء وعطاه هو وإن شاء الله يكامل يزيد يخلي يخليه ان شاء الله يخل جنبوتي وذي يستند في لي هو ونتعتقد اللي هو قادر بش يخل جنبوتي باي باش نختمو بالسؤال ذا يفهمش حاجا اليوم نجم ونطمنو بها جماهير نادي الفريقي مثال على الفترة القادمة على الأقل اليوم جماهير نادي الفريقي كما قلت انتي مع انت بل يحكيناه نتصوره وكما قال نعيم وكما قالوا له خيال الكل اليوم مع انت الهيئة هذي عملت اللي عليها واكتر خاصة كيف نشوفه ليتالي اخذت بها مع انت عاونة المستشهرين لكن بالله جسد سؤال ذا دي ما يتسأل برشا سؤالات يسألوا عهول النقلة القطارية مع انت فلوس هل قاعدين يدخلوا ما همش قاعدين يدخلوا هل مع انت صحيح فهمة مع انت فهمة مرة تقال انه هم الديسكيسيون تقولكم الصافي والديون متاعكم مع الفي فهم بعد باش نعطيكم احنا نعطيكم احنا الفلوس مع انت بالله توضيح لانه النقطة دي ما ايه هو ثم عقد هم الناس محترفين يتعاملوا بالعقد ما تتعاملوش بعلاقات الانسانية والعلاقات العاطفية ثم عقد العقد متاحهم جاء وقتها هبطوا علينا برشا عقل في اول السنة اللي اتعديت عقل متاع ديون بكسوة بنوك ولا دي فورنيسورت صدقني يعودوا على عشرة او اثناش سنة التالي العقل لذوكم العقل يمشيوا للمستشهرين وقفوا لنا القسط متاع فيفري اول فيفري فين ثم وعشرين بحكم معتاب المحكمة القسط اذاك مخذناه كان في اواخر سبتمبر 22 يعني بعد محصوب تسعة شهور نجر عنه معتاب بيان انتوندو دي دي كالاش في السالير دي دي لوتار في البريم معتاب نجر عليه شوية مشاكل فمكين وسباب بتاعه هو اللي هو احنا احنا ارفعنا الفلوس وعملنا وعملنا صلح مع مع بنوك وكل بيش ترفاع العقل لكن وقتها صار في تونس طار شوية مشكلة في ماي وفي افريل على في المحاكم صارت غريف بسكرة بعد جاء العطلة القضائية دي كالا دي كالا لكن بالنسبة للمستشهر معناها راويز معبد تعرف اللي هو 2020 عطاه اقصات اكبر من الاقصات اللي تعطاهم بعد وكهوه اليوم عنده عقد معنا حتى السنة اخرى معناه مش كمز مش لسنة وكهوه ودوكم دي ما نعاود نقول بطبيعة الحال الجماهير والمستشهرين معناها عاون برشة تلاتة عشرين معنا مزال مزال عامر معناتها دوما مستشهرين بتاع النادي والجماهير بتباتل الحال دي ما تضخوا كل الحكمة الكلمة اللي قلناها من اللي جينا احنا اللي بدينا نشده ومعناتها وحتى اللي ديكلاراسيون بتاعنا موجودين احنا مقتنعين للفريق تدخل في فلوس لكن المشكل اللي كوله فلوس ممشتش بالحق في بلاستها ذاك ما ولده الديول خطر المداخيلة ذاك كانت موجودة في عشرين وكانت موجودة في تسعتاش مرغم ذلك لم ما تكثروا القضايا ومعملناش انتدابات قيمة ومخلصناش الملعبات اللي معنا فاحنا مشينا في اثنية اللي كونه مداخيلة نستحفظوا عليها وتمشي في بلايسها اللي هو كونه من منصوش العقوبات تاع حضف نقاط كم مثلا في عشرين منصوش الوضعيات متاع تهديد كما في دوس مختلف الخطر وصلنا الديسوليوسيون راه وجيتنا راه كما تخلصش وصلنا الوضعيات متاع تدليس وصلنا الوضعيات صعيبة من حمس أوليه لحد لكن هذا ودي من عادقورة او اين سنت حمس أوليه في النادي كبير كانت الافريق ونتخل الفلندي الكبيرة لكل معناتها راهي مسؤولية صعيبة لكن إذا كانت حاجات صارت نقولوها مش بشو واحد يتهم حتى حد لكن هذا واقع صار وكنا في وضعيات صعيبة حاولنا نتجاوزوها حاول نمشوها باستراتيجية لكونا حاجات متتعودش لكونا فلوس النادي تمشي في بلاستها نتخيل توفقنا في حاجات تويتر في حاجات لا لكن النادي خلص برابور الـ 22 فيفري 21 مخلص 75% من الملفات التي كانت محكومة كسوة مع الفيفا وإلا مع الهيكل الرياضية التونسية واضح شكرا لك رشيد زمير لأتكسح على توضيحات هذه الكل مهم برشة اللي حكيته لتوضيح وإنارة الرأي العام وخاصة جمهير النادي الافريقي إن شاء الله بالتوفيق شكرا لكم وإن شاء الله نتمنى ولكم كل خير عتكسحها مرة أخرى نشيد على قبولك الدعوة نخرجوا في فاصل نرجع ونحكيه شوي على الاتحاد المنسيري اللي متقدم في النتيجة اثنين بليش إلى حد الدقيقة 60 فاصلوا راجعينا إيفم زون سبور إمتو ما تسمون في إيفم زون سبور مع حمزة المغيري أهلا وسهلا مرحب بكم رجعنا لكم نحكيه شوي على الاتحاد المنسيري اللي متقدم في النتيجة مع يونج أفريكانز التنزاني ثنين مقابل بليش ثنين مقابل بليش ثنين بليش ثنين مقابل بليش واضح مع أنتا بداية موافقة الاتحاد المنسيري صغراوي افتتح نتيجة في دقيقة العاشرة بعد بستة دقائق أبو بكر تراوري أضاف الهدف الثاني والدوزاسيست من البنتويت من الشيخاوي بداية موافقة الاتحاد المنسيري لحد الآن شكري زاليه صحيح بداية موافقة خاصة نحكيه نعرفه لمدرب الفريق مع أنتا التنزاني مع أنتا هو تونسي ابن المنسيري ويقال متعصب برشم على الاتحاد المنسيري قبل ما تحكي عن المبارات ونحكيه فنيا خانمشيه مباشرة الملعب حمادي العقبي بيرادس وموجود قيس بنينا يعطينا الحيثيات وملخص الشوط الأول مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك حمزة مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تجنيا 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 العشرة ذات مولاني. في ثاني كان تجهو ابو بكر تراوري بعد رفنية كان نصدها كذلك الصغراوي في أبقيقة ستاش. وكان المستوى في الاشاوط مولاني. حقا كان الانتحاد مولاني متيفر بالطول والعرض على الاشاوط مولاني. وفشير بالتعيس ما جيته حتى كورا. شاوط باشي يستحمر على النتيجة. وما بداش الشوطة تانية بنفس الريتل اللي بديه في الشوطة الولينية. لكن كل بيها تشكيلة الانتحاد المولاني بشير بن سعيد في حراسة المرمى وطراف التفاعة. وكذلك أمر وحسيمة قاب وبكر تراوري استحب الهدف الثاني. عشيم بكر وحمد بودايين. عبد قادر بوتيش هاكن الشيخاوي محمد التغراوي. ومنظر الكافي المنتجب الجديد. رفا بالمدارة المسردين نبي. كن اختار تشكيلة على نحوال تيري. ديارة يانيك ليتومبو. نيكسون جوب. خاليد اشو. اه كل لا ماهلي. ديبان اذينكي جيسوسه ملوكو. كabilنا ايل. اه ابو بكر ساليوم. ديومة اه شابني وا Brilliant. let's تضطيقة 18 من الشوطة الثاني. ما دلت النتيجة الاتحاد المنسيري المتفوق ثلاث مقابل ثفات. واضح. شكرا لك قيس بنينة. يا تكساح متقدم الاتحاد المنسيري هدفين مقابل صفحنا جمعك شكرا. يعني كما قلنا يظهر الاتحاد المنسيري دي مرا جباهي يظهر في الكمبيتسيون هذه نعرفه خاصة معنى بعد ما ازاح معنى حامل اللقب. دونك الناس كل تنتظر في الاتحاد المنسيري. صرتوه في البول اللي موجود في الاتحاد اللي موجود فيها معنى تي بي مازنبي يونج افريكان ستنزاني اللي كانت ازاح النادي الافريقي. وريال باماكو ذهر اللي بعد خاصة زاد انتصار تي بي مازنبي اليوم ثلاثة هداف مقابل هدف همام ريال باماكو. كان مهم برشا انه الاتحاد المنسيري يبدأ معناها بداية قوية. اه يظهر الاتحاد المنسيري يعرف كيف يدخل في المقابلة خاصة نسلز جوز اهداف اه في بداية المقابلة ما مسهل عليه اه بقية الماتش. دونك اه اه الاتحاد المنسيري ان شاء الله يواصل في التفوق في النتيجة ويكمل المقابلة هذه بانتصار خاطر من بعض مزيد المقابلات خاصة خارج ارضية ميدانو ينجم زادة البوتر بيان نيجو سي مقابل جاه مع ريال باماكو. وهنا هي اخطى امسان كبيرة على الاقل في الترشح الدور القادم وبعض بشي استقبل تقريبا زوز في رقة على اردية ميدانو. دونك اه الاتحاد المنسيري بانتصار اليوم ينجم معناها يبدأ بداية طيبة على الاقل بشي نجم يكون عنده اكثر حظوظة في الترشح الدور المقابلة ان شاء الله معي. اكيد هو ديم الفكتور في اللي ترنون القران الضوم انتة تشامبينز ديك والا الكوب دي الكاف يعطيك خاصة معناها المغامرة جديدة داي اللي تقوم بان التاحات المنسيري في ايطار البوتولة ولا في ايطار الكوب دافريكا اكيد الراسلطات اه باية تعتها روح تعتها كنفيانس تعطي كنفيانس الگروب الجماهير كيف كيف تتلف على الفريق متاحة الادارة كيف كيف تنجم تجيب شورت معناها سيخطول المادي. آآ في الثنية الساحن مستير فرحاني ناس كل ميلوكا فريق تونسي قاعد يعطي في إضافة كبيرة برشا. وإن شاء الله معناه المباريات الجاية يعطيهم نصق أكثر ويعطيهم أكثر ثيقة في رويح إن شاء الله. شك. كما كانوا يحكيوا لأولاد مع أنت تعرف حمزة نهار تسعتاش فيفري معتها الأسبوع القادم بشي يلعب الاتحاد المنسيلي أنا نشوفها مباراة آآ ثانية مهمة في 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 الفاسدو بول ضد فريق ريال باماتو. الفريق هذا اللي خاسر مع مازامبي اليوم دونك إذا كان الاتحاد المنسيلي يمشي لو جيب تروى بوان من البره بالثلاثة آآ نقاط متاع اليوم والانتسار متاع اليوم تقريبا يكون عمل نصف المهمة وبشكون مهمة آآ 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 أسهل عالي جدا حتى لو كان وكان هزام أمام الأهلي المصري في في الهآ في الدور الإخصائي اهآ نتذكره مقابلات بتاعه كان انهزام في تونس في المونستير بالذات ثم انهزام أيضا في القاهرة ولكن آآ آآ خذاء الاسباريو他說 وقت RUS有沒有 الميت والتي تعرف كيف Cook monitor وما تشويته على المستوى الافريقي نظن ان اتحاد مونستيري اليوم الفوز بتاعه في الافتتاح متاع المقابلات متاع اه مهم آآ 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 مهم معنى حمزة معنى تكمل كلها مشاكل خاطر شهاد شوية اللي قام خاصة الشرط الثاني مع نتبين مازنبي وريال باماكو والحقيقة معنى فريق فريق محترم ريال باماكو لكن يظل في مواتنوية الحاد المنسيري خاصة نعرفه طريقة لعبت على النادرية الحاد المنسيري وعنده مشكلة دفاعية معنى مشكلة الدفاع خاصة في العمق كما قلت لك معنى انتحاد المنسيري خاصة فريق يعرف يدفع مليح ويلعب على الهجمات المعاكسة معنى نصور انه مواصلت معنى الانتصار اليوم ويمشي معنى يتحول ضد فريق ريال باماكو لان فريق باماكو مطالب انه ينتصر في المقابلة جاية بسرعة المنسيري ان شاء الله اهم حاجة انه يكمل بالانتصار اليوم ومعنى معنى يدفع مقابلة جاية ويعود بانتصار اللي بشي سهله بقية المشوار ان شاء الله نحكيو عالتراجي رياضي التونسي اللي فيز البارح على المريخ السوداني هدف مقابل سفر في اولى مباراة المباراة التشامبينز ليك بالنسبة للتراجي رياضي التونسي في المقابل الزمالي كن هزم مع شباب بالوزداد خلينا نمشو فنيا كيفاش ريت المباراة حكينا نحن ديجا نهار سبت وقلنا راو مفماش مقابلة في تشامبينز ليك سهله قلنا راو فريق ثلاث قلنا فريق كمباتيفيتي كبيرة برشا يلعبون بلوك بال لوتا معنى يصغروا مساحات ولكن التراجي رياضي التونسي ما كانش في النهار اللي لازم يكون فيه التراجي لعب بالخطنة المعروفة اللي هي باربعة اثنين ثلاثة واحد غياب زادة معنى نحاوصل لك مش ما ناخدوش برشا ووقت بتعرف اللي تلعب في تشامبينز ليك و لما تكون معنى اربعة او خمسة لاعبين ما هومش الفورما متاحهم بالرمضان كولي بو جرين البدري بنعيادة اكيد بشلق برشا ديفكولتيات التراجي ما كانش مقوي في النصق متاع الريتم في البرومير ميتون كان يلعبوا ديما في وجوه المريخ السوداني ما استغلوش المساحات ما استغلوش ليزا انترفال اه بالرمضان وساسمه الهوني والبدري كانوا ديما ليزا بالمتاعهم علون اللي عليني بتاعتوش اللي يخلي معناها اللي زرير لارياد روا ولا ريجوش بالرحميدة وبوشنيبة ما يساعدوش مرتاحين ما يفرغوا لهمش ليزا سباس في دوزين ميتون ريتم احسن خير اكيد فما نصق كبير برشا اه فما ريتم فما هوم فيه متاع تروا بوان يعرفوا اللي اه بنوزداد ما رابحة تروا بوان تاحة في في الزميرك يلعبوا الاكسترير ما تشجي لازم ما ما تنغوصيش ما معناها لازم ما تنغوصيش في في تروا بوان تاحة في ردس قاعد الضغط قاعد الضغطة لماكسيموم في دوزين ميتون لي نجيت البونتو جاء في اخر وقت الحاجة اللي اللي شهد لها الفريق اللي كانوا قاد ممن بروحوا اللي اخر وقت بالرغم اللي كي ما قلت لك معناه ما كانوش التراجي ما كانش لو جورجي حاضر مية في المية الماتش نتعه في مخابر الفريق السوداني مع انت كان مشا دفاعي من اول مبارات ومعرف كيفاش كنا نقولو فيه حمزة دي سحية كنا نقولو فيه نحنا حمزة اللي هما يبشي جيوا لعب بلوك بقى يحاولوا مشوا عال كونتر لزيت رانجين بتاحا بهين اعطاوا الاضافة اه كانوا مير برشا تكتيكما كانوا كي ياخدوا الكورة يعرفوا كيفاش بلغة الكورة يقتل ماتش يقتل ياخدوا الفوت ياخدوا للتوش هذا بكل معناه مع الوقت مشوا يقدم القدام اكيد ولا يلعب الضغط تحت الضغط التراجي مع الزجان الجمهور لكن كي ما قلت لك امن التراجي امن بتروح بوان لاخر لحظة. واضح شكري. ذولي كانت مقابلا تحور اسمار ما البارح شوفنا ذولي في بداية المقابلة زيد ابن شريفية كان عمل باراد اه امتازة يفسخ بهدفي في شرط ثاني كيف كيف معناه وقت للفريق المريخ السوداني جاي فريق يعرف يعرف قوة التراجي يعرف انه مقابلا مش بتكون سهلة امام جمهور التراجي وفي رادس بالذات دونك جاي الخطة كانت واضحة يارب اربعة خمسة اربعة واحد معناه براتيكمان اليني الديفنسيف تسعة ملاعبية ملاعبة ببركة لقدام اه اللعب على الكورة المرتدة والهجمات المعاكسة نوك حاول انه يامن المانطقة الدفاعية متاعه يغلق مانافة الكل على التراجي يعرف نقاط قوة التراجي خاصة في العمق وعلى الاطراف نوك سكر لزيس باس كل بنسبة للتراجي تراجي تراجي بريمليميتان القا برشة صعوبات لانه الخروج بالكورة كان ثقيل شوية بنسبة للتراجي الذي توزي نعرف ديما نقاط قوة التراجي خاصة في التحول من الحالة الدفاعية لحالة الوجو ما يكون بسرعة لكن يظهر لي الفريق السوداني عرف كيفاش عرف كيفاش يدافع ما تنساش معانت انتم فنيين واكثر معانتا لكن ديما انا نطرح السؤال وانتم معانتا كان كاني غالط سلحولي معانتا البالحة الفران درواد كل ما فهمش معانتا الكورات كل خارجت من اليساء فان شفنا معانتا تقريبا عنده ثلاثة اصابات في الظاهير اي اي الظاهير اي من معانتا فما الاصابة لولا محمد بن علي بن علي ورائد المشموع ورائد فارد او عال جيه اليسرى شفنا بطء بصراحة بن بنحميدة في قداش من من كورة معانتا فما برشة بطء اذوكم اللي مكانوش يلعبوا به النقطة اللي اليو قدوا يثيروا فيها ديمة حتى جمهيات التراجلية دي لتونسي اليوم هل بالفريق هذي تنجم تمشي البعيد في غياب اليوم شكون يحط كورة في الشبكة اليوم مدافع مدافع هو اللي يسجل الهدف. هو حمزة راهو للتاريخ معتا ديمة البدايات متاع التارجي كون صعيبة في ربيط الابطال الافريقية ما ننساوش معتا كان نذكر وكيفيش ترشح التارجي لدور مجموعات اخسر اثنين واحد ضد بلاتو يونيتد في نيجيريا وربح واحد سفر كانت مقابلة صعيبة برشة واصعب معتا برشة توقعها دونك لكن كي ترجع حمزة اليوم اجابة على سؤالك هل التارجي هني ولا والجماهير بتاعه نجمه يتهنى ولا اليوم راهو انك تاخد ث نقاط في اول مقابلة تقعد تحب ولا تكره مهما كانت المانية اهم حاجة نقاط ثلاثة نقاط وقت اللي نرجع مثلا لستاتيستيك ومتاع المقابلة تقريبا معتا 75% نسبة تمتير الكورة كانت التارجي نحكيوه على 16.2 18 ضربة معتا تقريبا متاع مخالفات كانت معتا مخالفات التارجي هذي التونسي شوفنا تقريبا 506 تمريغة التارجي هذي التونسي مقارنة بالبناريخ السوداني كان غايب ميتين تمريرة ولا ميتين وخمسة تمريرة معتا حتى على مستوى الاستاتيستي صحيحة نجم تعريص التينتيجة ربما فما اكيد نقاط للاصلاح ونبيل معلول يعرف شي هذا والإطار الفني بتعترجي يعرف شي هذا ولكن ما قلنش تارجي رياضي تونسي اليوم راهو في التوب ولكن كل الفرق معتا باستثنية تقريبا زوستة فرق معتا جاية تقريبا فاريق محترم محترم وتراجل التونسي وتراجل هذه الخبرة اللي كسبتها متشامبيونزلي اللي كونه وقت لي فما مقابلات ما تتربح ما تتعبش تراجل يوم عرف تراجل لعبت رايب تشوف نسبة الاستحواذ تشوف تمريرات شو قلنا المشكلة بوتاتر كانت شوية بطء في الحالة في بناء الهجمة تخلي الفاريق مريخ سوداني يلقى الوقت انه يرجع الوراء ويسكر حتى على مستوى تشجيل الهداف التونسي في البطولة ما كانتش فام المهاجم الكلاسيك اللي كان موجود في التاراجل يجيب الماتشويت ما عاش موجود اليوم نلقاوه البدري نلقاوه بالرمضان نلقاوه الهوني ما كانتش فامت المهاجم اللي هو الوحيد تعمل عليه والتاراجل يتبني عليه اللعب الكل ربما يسترتيجية جديدة من نبيل معلول ربما للإصلاح معتها نقطة ربما ينجم التاراجل يستحق مهاجم في قيمة الشامبيونزيج اللي انك تعرف وقت اللي مش تقدم المقابلات مش تلقا روح تلعب ضد الاهلي ضد الويداد ضد الزمالك ضد الفرقة اللي متعودة على الحصول على ربيط الأبتالي الأفريقية نتصور انه التاراجل يتوسي يكمل هكا ومبعد ربما بش ما فما انتداب لي مهاجم في قيمة التاراجل برشا كليمان تحكي وخاطر واللوم على رياض بن عيادة بل اخر نسمو نبيل معلول وشنو حكي عليه الملعب هذا بعد المباراة البرع نسمو نacağımه نسمو نعمل 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 في بعض الأحيان ولكن ما هو مش نفس استيل وما هو مش نفس الكاركتريستيك مع انت بن عياد وإلا إيدو مع انت أنا نتصوره ما هو شي مستوى إلا تراجر يذي تونسي للأمانة مع انت الملعب هذا انتم فنيين وتفهمه معنى وقت يكروش يفرغ يدخل الهوني يدخل البدري يدكلان شاسي اسمه الرمضان ولكن حبينا أمكار هنا هو ولكن لا يمركيش حتى في يقول لك شكري معنى معنى لا يمركيش معنى لا يمركيش مش قاعد يمركي وخلصت شامبيونس ديك معنى يعيش كان بالأهداف حتى مورا المان معنى سينابيل يقول لك يخدمني في خدمة سوى ديزان معنى الملعب يشتق شبيش قاعد يعمل في التيران ما يفرغ لك يشد لك ولكن هو مورا المان لازمو يمركي خاطر كي مركي راهو يتفرهد راهو يقول يخدم أكثر ما تنسيش حاجة اي جوست على كلمتين على معنى التصريح بتاع المدرد نبيل معلول ما تنسيش حاجة ديما حاجته بالمهاجم بتاعه بانسير اليوم من جمشي انتقد المهاجم بانسير اليوم من جمشي انتقد المهاجم واذا انا اللي ماشي فيه معنى اتصالي المعنى نبيل معلول نعرفوه ينتقد المهاجم حمد الهوني مهوش في التوب متاعه احكيه واحميه وقار راهو حمد الهوني حاجتي بيه وانا نعرف كيفيش نرجعه وكيف كيف مع البدري نفس الشي اليوم يعرف اللي عنده مهاجم ما عندوش برش خيارات على مستوى الهجوم يقولك انا نحاول نحميه اعلاميا حتى كما يسجلش رو يخدم لي في خدمة اخرى على المستوى نتصور ما يصيرش الضغط السلبي على الملاعبه نتصور انه نبيل معلول وقت اللي يحكي مع الملاعبه تاتا تات بعيد على الميكرو وبعيد على الميديا وبعيد على الصحافة وبعيد على التصريحات الرسمية نتصور يحكي معاه ويعطي فيه ويقوله ربما انتقادات متاعه ولا يعطيه برشة تعليمات مش يحاول يمشي للشبكة ويمس الشبكة مستحين يقول معتها يقول هالو مباشرة نقوله لو ما نحبرش تمركي بالعجس مباشرة نتصور فما ديستور اخر قاعد يتقال بالنبيل معلول ما شوفوش يكون خيار من الخيارات مثال على مستوى الهجوم يكون فرد وقت بن حمودة وبن عيدة صعيب شوي بتاريخ اللعب متاع بتاع نبيل معلول وديما براتيك مولا الاربع ثلاثة ثلاثة معنى عنده ثلاثة لعبين ارتكاز خاصة معنى بوغيرين وبالرمضان معنى في البتراجر هذه التونسي مع ازوز لعبين الاطراف اللي الهوني والبدري خاصة في التواغلات الجانبية ولا في التوزيعات البن عيادة يمكن ديما تفضل انك تلعب بمهاجم واحد في باطل احيان تسخاوه بليجيب ترميز مهاجمين ناجم تكون متاخر في النتيجة وقتها ترميز مهاجمين بن عيادة يكون قريب منه ومعنى بن حمودة وقتها تناجم تبدل لكن في بداية المقابلة والكلام اللي كان نحكي فيها نعيم خطر انت كتفرج في تراجر هذه تونسي كتشوف معنى الخدمة اللي قاعد يخدم فيها بن عيادة سورتوه في الدكروشاج وكيفش يخرج بوليبيري لزي اسباس نوقعوا بالرمضان في كل مرة براتيك مهو في متاقة 18 متر شوفوا البدري يخف ديما الاسباس اللي في ظهر بن عيادة الهوني كتف بن عيادة بن عيادة كيف لنش مسيح بلويدات نوقع بن عيادة اللي يبير لزي اسباس للمعاناها بن رمضان نقام في 18 متر نوقع ملاعبي حتى قاعد الكريل يزي اسباس لسحابه ولكن زادة سيتريزان بورتوه انه المهاجم يكون هدف كما قلنا روه الناجم الديسكور بروتيجي شوية الملاعبي وفي نفس الوقت زادة بن عيادة لازم يكون افكاس قدام الكاج خطر مش كل مرة تنجم معناه تلقى حلول خطر اليوم 16 متر ظهر الفريق المريخ السوداني زادة درس تراجي مليح يعرف نقاط قوت التراجب على الكرة الثابتة تراجب استغلس الكرة الثابتة لازم تلقى حلول خاصة على مستوى الهجوم انا نحب نتفعل مع شكري اخبي ليك اوين وقف معناه باش نكمل معاه واختي يلقى نابين معلول فما بطء في رولانس في البرومية ميتان اول مخام مخام باش يخرج كوريب علي ويدخل غايلين خطر غايلين انجور معناه يلعب بارشة في البرفوندور يلعب بارشة في الانترفال يبدل كورة من اليمين ليسار تباعة 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 يعني كوريه في ماتش كما كيه حبينا مكرران انا نلعب وكونتر جامعية تلعب من الترجل الجامعية اللي رفض اللعب تلعب لك على كونتر مرة في الفين معناه ما يخاوش واختي فما ياسين التالي وفما معناها بوغرين فما ساسمه الاكسيال اللي معاها مريح وتوغاي معناه ما فميش مشكل كبير باش مخافش مرشة من كونتر باش معناه يخلي لك كوريب علي ووقف غاديك اللي بيروم بتاع لي دومي شعمال خرج كوريب علي باش يحدي اكثر اكثر ريتم في سيرتو في وفي دخل غايلين اللي اعطاه ريتم وفما ريتم برشة دوزميطان وريتم تحسن بالكداب بالكداب واضح مباراة السنة التلاجريات التونسي الاسبوع القادم زادة مع فريق اللي كيما قلنا عرف يفك الثلاثة نقاط من الزمالك المصري شباب بالوزداد في الجزائر بالذات مش باش تكون سهل اما عند فما نقاط يلزم يخوها بعيد الاعتبار الايطار الفني كيف كيف الملعبية ومبارات مهمة خلينا نقوله خلينا نقوله استكمال خلينا نقوله الموجات الايجابية هاتي اللي بدابية الترش واراو الحقيقة شباب بالوزداد فريق محترم جدا حمزة تعرف اللي هو متصادر ترتيب البطولة متاعه في البطولة الجزائرية يدرب فيه نبيل الكوكيم ودرب تونسي عنده برشة تجربة اول فريق جزائري يمشي يربح فريق مصري في مصر مهوش سهل مكانش سهل برشا ونحكيه على زمالك معتها واحد من الفراق اللي نورمال ما مؤهلة بشكون معتها في ثوب البطول في النسخة هذه رغم كل مشاكل اللي صايرة في الزمالك المصري نتصور انه الترجالي تونسي بعد الانتصار على المريخ السوداني الهناه اذا يمشي ترجالي تونسي ويتمكن من الفوز وينتصر على شباب بلوزير تقريبا تقريبا بالنسبة لثمانين تسعين بالمئة اه تحاسمت امور تآهل بالنسبة للترجالي تونسي مباراة مش تكون سهلة نبيل الكوكي يعرف برشا نبيل معلوك نبيل معلوك كيف يعرف نبيل الكوكي لعبوا مبعادها مقابلة والديارة وفي السفادة ما يتمنلش المقابلة لأسباب ربما لفايدة في ذكرها يعني كي تزوز في رق يلعبوا الشامبيونزيج يلعبوا الأدوار الأولى طموحات كبيرة اللي نعرفه شخصيا وانتبع في البطولة الجزائرية شوية وانتبع في فريق شباب بلوزير طموحات كبيرة للفريق هذا ربما بشي يكون واحد معتها بشي يعوض الفرق الجزائرية اللي كانت على مدى سنوات كبيرة كما نحكيو مثلا على مولدية العاصمة ولا غيرو اليوم تراجعوا شوية الفرق هذوما شباب بلوزير هو اللي طالع هو اللي قاعد ياخد فريليف عليهم كما قلت لك معانتها متصدر البطولة في الجزائر برشة إمكانيات مادية برشة انتدابات يعمل فيها الفريق هذا فما حتى تقريبا 3-4 ملاعبية اللعبوا في البطولة التونسية ويعرفهم برشة نبيل الكوكيو وبالتالي مباراة مش تكون سهلة لكن تنقل الجزائر ما ينسوش اللي هو تنقل مش ديبلاسمون معانتها الافريق سنترال ولا الجنوب افريقيا ولا مقابلات صعيفة على مستوى ما عنده كل امكانيات نتصور انه ينجم يمشي نيجوسي مليح المقابلة بتاعه برشة يفكر ربما في تعادل يكون ايجابي ولكن تاراجي اذا كان يحب يتهانا بنسبة كبيرة ويوري لكلور امتاعه اللي يراه كما قال مدربه نبيل معلول احنا قال جماهير تاراجي رانا بش نلعبه من اجل تتويج ببطولة ربيط الافريقية يلزم يمشي تاراجي ويأكد ربما نتيجته ضد المريخ بفوز ثاني ضد شباب اللي مش كون سهل لكن في امكان تاراجي الحصول عليها ان شاء الله انتظار القرار اللي باش يصير لا مازال القرار ويش يخد وقت حمزة من سوارج مش يكون في سبوعين ثلاثة باش تلعب المقابلات ان شاء الله ينصف تاراجي يدي تونسي وهاكة ولهاكة لكن مع انت حتى قبيلي نحكيه في الافري مربوطة زادة بالفايدومات اشنو اقيد الحكام برشة تفاصيل ولا وانه سعيب برشة كان لحقيقة محبينيش ندخل معاه في نقاش مسؤول على الفريق المريخ السوداني ولا عضو الهيئة المديرة في فريق المريخ السوداني ما نتصورش انه باش يكون فما معانتها تغيير لنتيجة المقابلة ولا باش ينصفوه لانه نتصور انه فما حاجة معانتها ربما بالفيديوهات وقال عنا فيديوهات ولكن ورقة المقابلة تقرير الحكام تقرير مقابلة ورقة مقابلة هما باش يكونوا مهمين برشة واضح نقرجو فاصل صغير بتوفيق الترجري للتونسي في باقي مسيرتو في الشامبينز ليج نمشي وفاصل صغير نرجو نحكي وعلى استقالة محمد المكشر من من تدريب النجوم الساحلي هذا بعد اليوم معانتها بعد الانتصار وترشح في كاس تونس فاصل ورجعينا اي اف ام زون سبور امتو متاسمو في اي اف ام زون سبور مع حمزة المغير ارجعنا لكم مستمعين ومرحبا بكم الناس الكل نحكيوا على استقالة محمد المكشر من تدريب النجم الرياضي الساحلي وعلى ما يبدو حسب لي كوليس وليساير انه النجم يكون ببرسنتاج كبير فوز البنزارتي هو المدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي كيف تشوفها معانتها خلينا اقوله استقالة متع المكشر بعد البرفورمانس بها في المرحلة الاولى من البطولة ترشح مباراة اليوم من الكأس كيف شفت الاستقالة هذا الشكل هو الحقيقة سعى اول حاجة مجديما نلقاوا مدرب يستقيل من الفريق معانتها عادة تكون ايقالة معانتها اليوم استقالة متع محمد المكشر ونرجع ونحكيه بعض في التفاصيل بتاعها لكن يجب نرجع شوية للليام القليلة الماضية بعد مباراة وهزيمة النجم الساحلي في البحث على بديل محمد المكشر لكن الوحيد اللي شد صحيح في الإبقاء على محمد المكشر هو عثمان الجنيح رئيس النجم الرياضي الساحلي معناتها اللي يزم يتقال بالأسماء زياد الجزيري كانت عنده تعرف معناتها كان يقوله النجم الرياضي الساحلي والهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي فمزوز مؤثرين بنسبة كبيرة عثمان الجنيح رئيس النجم وزياد الجزيري المدير الرياضي في النجم الرياضي الساحلي زياد الجزيري كان التواجها Нogrيره في التغيير عوتمان الجنيح كانت اللي أبقا على محمد المكشر لهذا لا يمات من ننشف بن زر perfection لكن اليومили نفهموه من محمد المكشر سح meio اضعو الأمور في تاره ولده النجمة الساحلي يعرف مليح الكواليس يعرف مليح اللي ب chords guides 보여� 진ays اليوم يعيش تموص بحدي ثم ننشف في فترة صعيبة في فترة صعبة فتبت على روحي ما فهماش عليش بش تجي انتي معنتها من ورايا ولا من بعدي وانا موجود قاعد نخدم وانتي تتكلم في مدرب اخر اسمه فوزي البنزارتي ما احترامتنا ليه اسمه مورينو اسمه انشيلوتي انا اخذيت جمعية النجم اليري الساحلي في نداء الواجب وفهمة معلومة مهمة وثابتة انه راوقت اللي بداه محمد المكشر في فترة تحذيرات مع النجم اليري الساحلي جاه عقد كبير من فريق سعوتي او شكري يعرف المعطيات ورفض العقدة ذاكة وبارشة فلوس معانتها اضعاف مضاعفة متاع اللي ياخد فيه في النجم اليري الساحلي رفض محمد المكشر وخير انه يقعد خدمة لفريقه نجم اليري الساحلي خدم محمد المكشر في ظروف سعيبة منع انتدام ملاعبية في كتيف مكانش كبير بارشة اختار اسطاف متاعه تقريبا كله من ولد النجم اليري الساحلي علاقة كبيرة بارشة بين محمد المكشر واسطاف متاعه سواء مونير بو قديدة ولا سيف اغزيل المساعدين متاع وكيف كيف مع الملاعبية اللي يعرفوهم ممليح من بعد معانتها اكيد خسارة الترجية ليروتور فما جانب من جمهور النجم مهضم هاش طالبوا بايقالة محمد المكشر اقعد محمد المكشر ثابت من بعد جيت خسارة السيابة هي ربما اللي غيرت وبرشة يقولوا انه النجم اليري الساحلي بالانتدابات نحكي على الجمهور اللي هنا وذاك علاش قلت فما انقسام في الهيئة المديرة بين عثمان الجنيح وزياد الجزيري اساسا برشة من جمهور النجم اليري الساحلي يقول لك احنا اليوم عملنا انتدابات محمد المكشر يخدم بركة اللي هو فيه والجمعية يعطيه الصحة لكن اليوم محمد المكشر يبدو حسب الوجهة نظره بتاع جزء مهم من جمهور النجم لا يتماشى مع طموحات الفريق اللي هي التدريج بالبطولة بتاع الموسم هذا عثمان الجنيح بالسجاسة بتاعه بالبرزانة بتاعه حاول يحمي محمد المكشر ولكن شنو اللي يصنع على الفريق حسب بعض المعطيات اللي عندي انه محمد المكشر انسان محترم جدا يقول لك انا ما نخدمش وانا نعرف بروحي غدوة نعمل نير ولا نعمل اخسارة نلقى روحي خرجت انا نكرم لحي تي بيدي ونخرج من البيب الكبير ونخرج من البيب الكبير اخدمت ما عندوش مزية على النجم ولكن زادة النجم ما عندوش مزية على محمد المكشر لانه تحب ولا تكره ما ينجم حتى واحد يشكك في قيمة محمد المكشر والعمل اللي عمله محمد المكشر في الفريق يقعد انه علش انت حكيت على فوزي البنزارتي يرى ويزم معناتا نربطه لأمور بابعادها فوزي البنزارتي وجهوله الدعوة قبله هو مرفض وقت عن مصير وكما مصير ونقول لك حاجة اخرى اليوم فوزي البنزارتي وضعيته في الجزائر ماهيش وضعية طيبة فما برشة تشتيك فيه برشة انتقادات فيه برشة حتى على الحارس الفريق مولدية معناتها رتحوا لأسباب ربما لا علينا في ذكرها يعني فما انتقادات على المستوى الاعلامي لفوزي البنزارتي موجود في المركز الرابع فوزي البنزارتي ب16 نقطة بعيدة حدش النقطة كاملة على شباب بلوزياد في ترتيب البطولة الجزائرية معناتها نحكيه اليوم فوزي البنزارتي ماهوش في وضعية متع فريق لبش يلعب كافلة تشمبيونزيك عام جاي الى حد الان تقريبا بعد مرور 16 جولة معناتها كل الامور تخلي فوزي البنزارتي ربما يكون المنقذ ويحب فوزي البنزارتي مثل هذه الوضعيات يجي يلعب تقريبا مش يلعب 14 مقابلة يلقى روحه متوج ببطولة مع فريق ربما عنده دعم جماهيري كبير عنده اسماء جديدة عنده انتدابات إداريا الامور معناتها لابس ماديا في النجمة هذه الساحلة الامور تحسنت فوزي البنزارتي ربما يريد مثل هذه الوضعيات ياخذ معناتها الفريق يخدم في شهر ونصف شهرين يلقى روحه متوج ببطولة ولكن اللي نقوله حسنا فعل محمد المكاشر بالاستقال لانه عرف روحه ان لم يقل نفسه وسيتم إيقالته مهما كانت الظروف ومهما كانت النتيج وربما هذه نقطة شخصيا أدومها على هيئة النجمة الساحلة لانه محمد المكاشر كان يستحق على الاقل البقاء لآخر الموسم تتتوج بالبطولة وإلى جيد ثاني وإلى جيد ثالث روحه النجم متعود يتتوج ومتعود يجيد ثاني ومتعود يجيد ثالث وراهه مش نهاية العالم معينة الشعباني فالتراجل يذي تونسي لو لا ثقة حمد المدب ربما كان ما ينجمش يقعد زوز مواسم وياخذ ربيط الأبطال الأفريقية يزينا مع احتراماتنا الفوزي البنزرتي والمدربين الكبار نحترموهم برشا ولكن الميسالش خليني نرتشفوا جيل جديد وراههم ما ينجم مع تمنجمو نعرفو جيل جديد متاع المدربين إلا بالثيقة مش ستة شهور وقص يلزم معاه معامين إذا كان أنت عندر ثيقة في المدربة متاعك وأنا نعرف اللي راهوا مسؤولين النجم اللي ساحلي بكلهم وأغلبهم يعرفوا قيمة العمل متاع محمد المكشر وبالتالي أظن أن هيئة النجم أخطأت في ربما دفع محمد المكشر للاستيقال شكري تايمينك متاع خروج واستيقالة محمد المكشر هذه أول حاجة ثانية حاجة أنه محمد المكشر صحيح ولد النادي وقتل استحاق النادي في الصعوبات اللي مر بها القى محمد المكشر والقى موني البوقديدة وسيف غزيل وغيرهم اليوم تحسوا اللي خروج من باب الصغير تحسوا اللي خطر تبدل لزوبجكتيف معانتها ممكن النجم السياح اللي كان ما كانش ينتظر أنه يرفع منع من الانتداب بصراح معانتها مبلغ كبير معانتها اللي تخل معانتها في البيع متى كريستو هو اللي خلته معانتها يرفع المنع من الانتداب ينتدب ملابية اجدد وخلته طموحاته تكبر نرشل كيف يشوف النقاط هدهما كل كانت لمهم كل مبعض مش نبدأ ساع بالكلام اللي نقولت والأخرين طموحاته كبرت بعد خروج كريستو لكن على مستوى الرياضي شوفوا النجم الرياضي الساحلي بعد خروج كريستو عانى على مشاكل الهجومي مشاكل على مستوى الهجومي فبعض مقابلات معاناها النجم الساحلي كانجي عنده ملابية كيما كريستو كان النجم يلقى الحلول زيد على ذلك يصاب تنسين الشيخاوي نعرفو على مستوى الهجومي كيف كيف معانا فبما ظروف يظهني مخدمتش نجم على ذلك الساحلي مخدمتش محمد المكاشر لانا الحقيقة فاش اتني معاناها استيقالة محمد المكاشر خاطر نعرف العمل الكبير اللي قاعد يقوم به في النجم الساحلي يعرف الكواليس الكل يعرف اللاعبين شوفنا معاناها المجموعة مع محمد المكاشر كيف يشوالي تعيش مجموعة متجانسة كسواء على مستوى الإطار الفني ولا على مستوى اللاعبين الحقيقة يظهر لي مدرب عطاوه فيه الثيقة وبدأ بداية موسم ممتازة لكن مش زوز نتاجة نجم هي معاناها تعطي قيمة المدرب وإلا الامكانيات تمتيعه هزيمة ضد يمكن نادي البنزرتي هي لأجلة الوضع شوية في النجم الساحلي لكن يظهر لي في كورة القدم حاجة عادية أن تنهزم مش مشتربح المقابلات للكل يظهر لي عمل الكبير قام به محمد المكاشر منذ بداية الموسم معاناها تقريبا إنتصارات من خارج الميدان اليوم معاناها خسار مع التراج ذهب وإياب وفقط ونادي البنزرتي معاناها تشوف أنت على المستوى الدفاعي من أحسن الدفاع وعبسة الهجوم كيف كيف في مجموعة معاناها موجود في التراج موجود في النادي سفيقسي موجود في الملعب التونسي النادي البنزرتي معاناها الحقيقة في رقو يكمل معاناها بقية مشوار البطولة يمكن زاد اللي يقع اللوم شوية أكثر المحمد أنه مطميش نجاعة هجومية كبيرة لكن ما ننسيوش حتى الملعبية اللي جاوش ضد للنجمة الساحلي ملقاوش وقت انهم بش يدخلوا معاناها في المجموعة ما تنسيوش انت فراتيك مور أو تنحي ملعبي زوز ملعبية اللي هم علي اللي كان موجود مع المجموعة منذ بداية الموسم يعني قاعد يتدرب بانتظام لكن ما يلعبش يعني معاناها معاناها حمزة جلاسي اللي كان لسول الجوير اللي كمبيتيتيف كل تقريبا شفنا ملعبية فما ملعبية مصابين فما ملعبية وموجودوا كمبيتيتيون لذلك اليوم من نجمة الساحلي من نجمة يلقاهم حاضرين انهم يرعبوا ودلكتمو معاناها حتى يمشي يد المساعدة اللاعبين والإيطار الفني من نجمة تعاول عليهم نوك لهنا المشاكل الكل يظهر لي صورتهم كما كان نحكي الشيكلي ذول مدرب قاعد يخذ في خدمة كبيرة ومن بعد جي أس دي انه الفريق المتاع اللي اللي ذحب بعرض كبير من المملكة عربية السعودية بشي يدرب النجمة الساحلي مش عرف كبير كان لي انه يدرب الفريق المتاع اللي يتكون فيه شوفنا حتى مرعمل تصريح هو يبكي مع ترى وك عين ما كان شكوم الفورة والنجمة وقبل الحدشان هدف أخي من بعد وشه من الكان ثاني أفضل خط وجوه في زوز مقابلات تقريبا يتبدل لرسية الأهداف زوز أهداف ضد الثراج ضد بزرتي إذا وقت تلقى روحك كنت سبع أهداف قبل الحدشان هدف نوك الهن اللي في روس كما قلتك معنا انت لأنه مش في مستوى النجمة للصيح لبعض الانتدابات لأنه الحاجات اللي ما نحبوش نسمعهم الحقيقة وكما قال شاكر وقايت انه خلينا المدربين يشبان اللي قاعدين الجيل جديد ذاي اللي قاعد معناها يبرز خاصة خليهم بيخدموا براحة كما كان يحكي زاد رو رشيد قبيلا اليوم زاد انك تعطي الثقة وتكمل مع سعيد السيبي الى نهاية المرحلة البلاي اوف خاطر مش تاوى انت بجي موش وقت وانك تغير المدرب سعيد السيبي يظهر اللي يعرف نادي الفريق يمليح تاوى اخذير المجموعة يعرف ماله هو ما عليه نوك دول الاختيار متاع توقيت خروج محمد مكاشر بالنسبة لأنا خاطع في نجمة واضح نايم براتيك مو الولاد لكل معنا شكر وشكر يتقال بلقدي معنا كل شي معنا توضح انا حاجة بركة نعيب على الادارة اذا كان انت ما عندك ثقة في المدرب وما عندك شثقة في خدمة وعليش تحط فيه من لول انت واذا كان هو مشرج للمرحلة الثانية من الخدمة اللي خدمها هو بالامكانيات الموجودة بمعنا ازود مقابلات وربعاظهم بالعكس الجهورات اللي جات جدد الانتدابات اللي جات جديدة عندهم الوقت بشي خدموا عندهم الوقت بشي تصير بشي تصير بين جهورات الجدد وجهورات القدوم حتى كي جيوا جهورات جدد ما عندهم شو الوقت بشي كل ثلاثة ايام مات ش معنا فهمت انا نشوف ضد الاستقالة دية وكي ما قال شاكر معناها وقت يتكلم مرة فاتت ودموع في عينيه مس الناس كل مس الكلبستية مس الكلبستية مس معناها مس الناس كل مخطر يتكلم من قلبه خطر ولد الجمعية ولد النادي واناكد لك انا لو كان محمد المكشر يخدم غير فلوس والنادي ماعطاهش فلوس مع عمر ما يتكلمني لانه ولد النادي ونتصور انا حتى الراتب تا قدام الراتب السعود الذي استخل عليه معناها ديفرينسة كبيرة برشا لايام جديدة لايام اللي بشي تجينها عطو اسكل القرار لا لايامات اللي بشي تجينها لايامات اللي بشي تجينها نشوفوا القرار يندراء في بلاستو ولا مش في بلاستو واضح شكرا لك لايام تجري ولا عمر خسارة تحية لك نعم رباط تحية لك شكرا اللي كيب الكل نخليكم تعالينا منها اكستري ولا مثالش لا لنحبتش المخرجة قدت كلها تحبش لايام تجري تحبش لايام تجري نتقابلوا في مواعيد رياضية لاحقا باي باي تشاو تشاو ناس كلها التو متاسمو في EFM Zonsport مع حمزة المغيري